أكد وزير الطاقة والصناعة والثرو المعدني المهندس خالد الفالح أن المملكة ترى أن اتفاق خفض الانتاج سيستمر حتى نهاية عام 2018 وبعد هذا الوقت سيكون لكل حادث حديث وأوضح الفالح أن هناك حوارا مستمر بين المملكة ووكالة الطاقة العالمية لافتا إلى أنه تم بحث سبل استغلال مصادر الطاقة والتقنيات النظيفة وتسهيل الاستثمار والوقوف على آخر ما وصلت إلي تقنيات النفط والغاز وصناعة البترو كيمويات في المملكة وتعزيز الاستثمارات في التقنية والابتكار والإنتاج النظيف للطاقة لهدف تحويل الغازات الدفيئة من مصادرها المختلفة إلى منتجات ذات عوائد مالية